يسافر الترجي ويحلق ليلة الخميس نحو نيجيريا عبر طائرة عسكرية لمهمة ومواجهة بلاتو يونيتد في ذهاب الدور التمهيد الثاني من دور الأبطال الإفريقية شامبيونز ليك ويواجه الترجي الأحمر والأصفر نادي بلاتو يونيتد الذي أنهى الموسم الماضي من البطولة النيجيرية في المرتبة الثانية برصيد 67 نقطة خلف المتصدر ريفيرز يونيتد ب77 نقطة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للترجي وأهم شيء التجسيم ثم التجسيم والتهديف والانتصار بإذن الله السميع العليم في أول اختبار إفريقي في أول اختبار للشامبيونز ليك الإفريقي ومن جانب آخر قال المدير الفني للاتحاد المونستير السربي داركو نوفيتش إن مواجهة الترجي الودية اليوم الأحد والتي انتهت بالتعادل شكلت محطة اعدادية مهمة جدا وقبل ملاقات الضيف الأهل المصري وذلك الأحد القادم في ذهاب الدور التمهيد الثاني لدور الأبطال الإفريقي وصرح صحيح أنها مباراودية لكنها كانت تبدو كأنها رسمية حيث تغى عليها التنفس الشديد من الجانبين وتابع فريقي قدم مباراة كبيرة وأنا راضي جدا على أداء اللعبين والطريقة التي لعبها بها بغض النظر عن التعادل وللتذكير وبعد اللقاء صرح الكوتشنبي المعلول وقال أن سراحة ناراه أحسن لقاء قدمنا فيها داء جيد وأنا راضي عن اللعب أكثر من أي لقاء ودي آخر وفيما واصل وأكمل أهدرنا عدة فرص ولن أرمي هذا لكفة الحظ ولكن سوء اختيار في آخر التمريرات وأكملنا بالمعلول الحديث وأكد بسعادته بكل المجموع وأنه راضي عن ما رأاه من انضباط وبحسن تصرف تكتيكيا وبدديا خصوصا متمسكين ولعبنا من أول إلى آخر دقيقة بدون التوقف وبكل انضباط وبسؤال عن تعطل البطولة وتأجيل اللقاءات صرح معلول سوف توفر على الجميع خاصة الفرق التي تلعب على الصعيد الافريقي